بالتالي اليوم تشوف أن الخلال الأساسي بهذا النظام عم تحكي عن عوائق طيلة الست سنوات هي مشكلة اليوم مشكلة التركيبة مشكلة النظام السياسي أم فقط مشكلة المنظومة أو الأشخاص اللي جبهوكم أو الأطراف السياسية الأخرى لا هذه مشكلة متنوعة بالحقيقة ومعقدة الشيء له خاصة بالدستور في ثغرات عم بتسبب معوقات في الممارسة الدستورية في لبنان شيء له خاصة بالطائفية تفضلنا تفضلت حضرتك وحكيته أنا كثير بيعني له الموضوع وأنا بيعني له أنا جاي من خلفي أنا كتبت ونشرت في موضوع الدولة العلمانية والمدنية وفاصل الدين عن الدولة وإلى آخره نحن ما فينا نطلع منا هذه الشغلة سألتني عن حراس الأحراج وقصة من طائفية بقدر ما هي تقنية وهي دي نحكى فيها كثيرا أنا ما بريد إحكي فيها فيما يختص النظام الاقتصادي كان سيء إخي أنت عم تصرف 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 بالدين أو عم تستهلك مال غيرك أو كذا ما في إنتاج لا زراعة ولا اقتصاد ولا تجارة ولا زراعة ولا شيء يعني ما عنا شيء ننتج لوين بدنا نروح أضف للفساد وآخر شيء اللي حصل هو تهريب الأموال بشكل كبير كان لازم نكون في capital control من أول يوم من أول ثلاثة أيام على السريع يكون في capital control يحفظ المال في لبنان سكروا المصارف وهربوا كبار أصحاب رؤوس الأموال هربوا أموالون أنا وإياك أكلنيها وكل العالم بس أنا في أقول اليوم سيزة ترابلسي أنه هذا الكلام اليوم بس إذا أنتوا قدش بعد قدرين يعني اليوم يطرف سياسي اللي حققته أو الوصول إلى السلطة بهذا الشكل الرئيس الجمهوري وباقي المراكز وكتبه يعني شو قادر اليوم حزب سياسي فيك تقلي أنه كحزب سياسي بالتركيبة هذا النظام منا قادرين اليوم فبالتالي منكون أمام مشكلة نظام مش فقط من منظومة أنا قلتلك المشكلة معقدة المشكلة معقدة ومشكلة نظام ولذلك لابد من البحث الآن أنا بدي أسبقك على الحوار ما بصير ناس يهربوا من الحوار حوار لتطوير النظام حوار للرئاسة حوار للبرنامج الاقتصادي كيف يعني بلد بده يمشي بلا حوار بس عم بقول الرئيس بري نظرا إلى اعتراض القوات والتيار الوطن نحن مش معطردين بشكل أساسي على الحوار بالعكس نحن لما رحنا لعنده كانت زيارة ودية ممتازة جدا قد ما ودية شفناها التراجئ بينكم وبين الانبيان والحركة دعمل يعني فيما بعد ما طولها الودي بس بالحقيقة لما رحنا لعنده كانت زيارة ودية جدا شو خصل بعدين ونحن لما هو حكي وقد احترم الرئيس بري طوال فترة وجود الرئيس ميشيل عون في القصر ما دعي هو إلى حوار قال تاني يوم أنا سأدعو إلى حوار إذا ما كنا وصلنا لنتيجة هلأ فنحن أيدنا في ذلك هلأ نحن ما عنا مشكلة مبدئية بالحوار نحن بدنا نروح الخميس بس يعني لما بتكون كمية الشتائم الأدية عنيفة بالأنبيان بتستدعي التوضيح بتستدعي استنكار بتستدعي شو صار بس نحن منا معارضين الحوار هلأ هو شيف ومروحة الناس المعترضين على الحوار هذا الحوار من خارج المؤسسات الدستورية ما تجرب قبل ماذا يمكن أن ينتج أنتج أشياء إيجابية بالماضي فيه أشياء إيجابية خلينا سأك سؤال بس ماذا أنتج خلينا سأك سؤال هل في عمل سياسي مجرد تضييع للوقت إذا بدك أو تطويل عمر هذا النظام بشكل أنه من خارج المؤسسات الدستورية واختصار دور المجلس النيابي اللي حضرتك موجود فيه نحن كنا نخاف أن الحوار يكون لتضييع الوقت يطولولنا بعمر الفراغ ما بدنا حوار يطول عمر الفراغ كنا بدنا حوار لنعجل بانتخابات هلأ شوف مثلا نواب التغييريين راحوا عملوا حوار ثنائي مع عدد من الكتل نحن أيضا برمنا على عدد من الكتل فإذا الناس لازم تتحاور مع بعض البعض هذه الطاولة عم بتقول تعونا نقعد كلنا سوها بنفس المكان نتحاور شو بيمنع هلأ هذه الطاولة طلعت الاعتراضات المحلية والخارجية من هذا الحوار اليوم ذهاب إلى مسألة ممارسة الديمقراطية بشكل الكامل بالتالي من دون تطيير النصاب بجلسات الانتخاب لا يوجد انتخاب وذهاب الانتخاب الذي يربح رئيس الجمهورية فليكن داخل اللعب الديمقراطية عندك برلمان بطل في أكتريات حاسمة فانت لابد انه الأقليات تحكي عم بحكي عن أقليات كتل مش حلف الأقليات لا مش حلف الأقليات عم نحكي عن كتل صغيرة هذا جزء من اللي جبهته فيه انه اليوم طيلة العهد انه انتوا لجأتوا إلى مسألة من هذه الأمور انه حلف الأقليات اليوم بالمنطقة لكن أنا كتير وبالتالي عزلت لبنان عن المتقى العرب وسر بالتنظير الإيديولوجي وتاريخي سحب تروح لهذا المكان هلأ مش تجين تناعمل لا بس انه هيدا من الاتهامات اليوم انه انتوا عزلتوا لبنان بعهد الرئيس ميشيل عون عن المنطقة العربية والبيئة الحاضنة العربية هيدا اتهام بحلف الأقليات هيدا قصة البيئة العربية الحاضنة فخامت رئيس أول زيارة رح فيها على السعودية ما كان سلبي ضد السعودية إطلاقا بس بتعرف إخواننا العرب أي دولة كان عندها شوية وقت لقالها زمن خاص فيها برازيد بدها عروبة عقياسة يعني لازم انت لما كانت زمن الناصري كانت عروبتنا لازم نكون ناصرية وقال لا نكون خواني زمن البعث أي بعث من اتنين لازم نكون نحن مع ميلي وقال لا نكون خواني هلأ هيدا الناصرية والبعث وكذا ارتاحت شوي طلع زمن عروبة الخليج كمانا مش عارفين مع أي واحد يخيين احنا هيدا الكلام انه احنا طلعنا من بيئتنا وطلعنا من العروبة وطلعنا من السنة مش مزبوط هيدا الكلام هذا الكلام مش صحيح هذا كلام يستخدم في الصحفي لإثارة النعارات وإنهيكساتها داخلية مؤلمة ومضرة نحن هكذا بدنا نوصل لحرب نقتل بعضنا البعض على تعريفات في العروبة ما إلى داعي ولا مجدية